بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب في درس التربية الصحية والبدنية وقدمه لكم أنا الأستاذ فهد بن علي القرني نتعلم في درسنا لهذا اليوم عن نوع وكمية الغذاء المدعم للنشاط البدني تحدثنا في الدرس السابق عن طريقة إعداد برنامج النشاط البدني الآن سنتعلم في الجزء الأول من هذه السلسلة عن نوع وكمية الغذاء الذي يدعم وينجح النشاط البدني فأهلاً وسهلاً بكم نهدف عزيزي الطالب من دراستك لهذا الموضوع إلى أولاً أن تتعرف على أهمية التغذية الصحية أثناء ممارسة النشاط البدني ثانياً أن تدرك عناصر الغذاء التي تمد الجسم بالطاقة ثالثاً أن تمارس النشاط البدني بانتظام وكالعادة وقبل البدء في درسنا نقوم ببعض التمرينات الإحمائية لتفعيل النشاط البدني ولتنشيط الجسد بعض الإرشادات عزيزي الطالب قبل البدء في التمرين أولاً هيئ لنفسك مكاناً خالياً من المعوقات لسلامتك ثانياً ابدأ التمرين عند سماع إشارة البدء وتوقف عن التمرين عند سماع إشارة التوقف وأخيراً إذا شعرت بالتعب أثناء ممارسة النشاط البدني توقف مباشرة عن الممارسة سيكون تمريننا الإحمائي الأول تمرين المشي في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن وكما تعلمنا سابقاً بين كل تمرين وآخر تكون هناك فترة استراحة واستنشاق للأكسوجين نقوم الآن باستنشاق الأكسوجين من الأنف وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الفم ببطء أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو تمرين الجري في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن باستنشاق الأكسوجين تهديئة الجسد قبل إعادة هذا التمرين مرة أخرى أحسنتم نقوم الآن باعادة التمرين الجري في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نلاحظ الآن زيادة في عدد ضربات القلب وارتفاع في درجة حرارة الجسد نتيجة النشاط البدني نقوم الآن بتهديئة الجسد بإجراء عملية التنفس كما تعلمناها قبل أن ننتقل إلى التمرين التالي أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو التمرين ثني الجذع جهة اليمين ومن ثم جهة اليسار مع رفع الذراع عاليا لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نستنشق الأكسوجين نهدئ الجسد قبل أن ننتقل إلى التمرين الآخر أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو تمرين مد الذراعين أماماً مع النزول إلى الأسفل ومن ثم معاودة الصعود إلى الأعلى لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بالجري الخفيف في المكان مع إجراء عملية التنفس كما تعلمناها نكرر عملية التنفس قف أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الإحمائي الأخير وهو تمرين ضم القدمين ومن ثم النزول إلى الأسفل والثبات في الأسفل لثماني عدات لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بمعادلة ضربات القلب تهديئة الجسد استنشاق الأكسوجين قبل البدء في درسنا لهذا اليوم نكرر عملية التنفس أحسنتم أحسنتم ننتقل الآن إلى مراجعة عامة للدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن طريقة إعداد برنامج النشاط البدني بما يلائم تركيب الجسم في درسنا السابق تحدثنا عن طريقة إعداد برنامج نشاط بدني يلائم تركيب الجسم وذكرنا بأن هذا البرنامج يعرف بأنه يتم تصميمه ويحتوي على مكونات النشاط البدني التي سبق وتعلبناها سابقا يتم وضعه ووضع الهدف منه وبالتالي أيضا نوع النشاط الذي يمارس في هذا الجدول أو هذا التصميم ليناسب الشخص وقدراته وقلنا قبل تصميم جدول النشاط البدني أو طريقة إعداد النشاط البدني يجب أولا أن تقيم الحالة الصحية والبدنية لك تقييم الحالة الصحية والبدنية يساعدك في وضع برنامج نشاط بدني يناسب إمكاناتك وصحتك كذلك يجب أن تحدد ما هو الهدف من إعداد برنامج النشاط البدني وذكرنا بأن هناك العديد من الأهداف التي يمكن من خلالها وضع برنامج النشاط البدني كهدف خفض الوزن أو هدف تنمية العضلات أو هدف تنمية تطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء أو تلك المرتبطة بالنشاط الرياضي ثم تطرقنا إلى طريقة أو ما يحتوي عليه برنامج النشاط البدني أولا التكرار كم سأكرر النشاط في الأسبوع وقلنا يختلف باختلاف نوع الهدف فإذا كان من أجل الصحة فيكون من خمسة أيام في الأسبوع إلى سبعة أيام وإذا كان من أجل اللياقة البدنية فيكون من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع وذكرنا بأنه ممارسة النشاط البدني سبعة أيام في الأسبوع أفضل من خمسة أيام وثلاثة إلى خمس مرات أفضل من لا شيء ولذلك يجب ممارسة النشاط البدني كذلك ذكرنا أنه يجب تنويع الأنشطة البدنية حتى لا يحدث هناك نوع من الملل والتكاسل في إكمال النشاط البدني بعد ذلك تطرقنا إلى المكون الآخر وهو الشدة ما هي الشدة التي ستستخدمها في نشاطك البدني وذكرنا أنه من الأفضل أن يكون ممارسة النشاط البدني بشكل تدريجي يتم زيادة الشدة بعد تطور الأداء وتحسنه وفقاً للحالة البدنية والصحية بعد ذلك يتم تحديد نوع النشاط البدني الذي سيمارس وذكرنا أن هناك ثلاثة أنواع من الأنشطة النوع الأول وهو نشاط الذي يعتمد على الأكسوجين أو اللياقة القلبية التنفسية وهي الأنشطة التي تعتمد على الأكسوجين كما ذكرنا سابقاً أنشطة بدنيها وأيها النوع الآخر نوع النشاط تقوية العضلات وهذا يعتمد على تقوية عضلات الجسم والرفع من كفاءتها وآخيراً نشاط أو نوع نشاط المرونة أو الرشاقة وهذه أيضاً من العناصر التي تستخدم أو التمرينات التي تستخدم قبل بدء التمرين ونهاية التمرين أخيراً تحدثنا عن المدة كم المدة التي ستمارس فيها النشاط في الجلسة الواحدة أو الحصة الواحدة ونبهنا بأنه يجب أن لا تقل عن ثلاثون دقيقة في الجلسة الواحدة هذه كانت مراجعة سريعة لما تعلمناه في درسنا السابق نتعلم في درسنا لهذا اليوم عن نوع وكمية الغذاء المدعم للنشاط البدني والرياضي في جزئه الأول يستهلك الجسم عند ممارسة النشاط البدني المزيد من السعرات الحرارية حتى تستهلك الطاقة أو تستهلك الطاقة في تغذية العضلات زيادة التنفس، معدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لاكتساب مزيد من القوة والتحمل أثناء النشاط بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كمية كافية من السوائل النشاط البدني والغذاء عنصران مترابطان كلما كانت التغذية جيدة ومتنوعة كانت كفاءة الجسد أعلى وبالتالي قابلية التطور في الحالة البدنية وتستهلك هذه السعرات الحرارية التي نحصل عليها من الأطعمة بسبب ممارسة النشاط البدني، زيادة ضربات القلب، زيادة التنفس وكذلك التمثيل الغذائي في الجسم أهمية التغذية الصحية أثناء ممارسة النشاط البدني أولاً المساعدة على الأداء الجيد أثناء النشاط البدني كلما كانت التغذية الصحية ومتوازنة وتحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم فإن ذلك يساعد الجسد على أداء المهارات والأنشطة الرياضية بكفاءة عالية كلما كان الغذاء متوازن صحي يحتوي على جميع عناصر الغذاء التي سبق وتطرقنا لها في درس عناصر الغذاء بكميات محددة وبسعرات حرارية أيضاً محددة كان الأداء أثناء ممارسة النشاط البدني أفضل وفي المنافسات يكون أيضاً أفضل ويحقق نتائج إيجابية للمتسابق أيضاً من الأهمية تقليل خطر الإصابة والمرض وكذلك المساعدة على التعافي الجيد بعد التمرين التغذية الصحية الجيدة تساعد الجسد على تجديد الخلايا وتقوية الأعضاء وسرعة الاستشفاء بعد ممارسة النشاط ورفع مستوى المناعة في الجسد وبالتالي الوقاية بإذن الله من الأمراض التغذية الجيدة المتوازنة الصحية تساعد على الوقاية من الأمراض لأنها ترفع المناعة في الجسم كذلك تقي بإذن الله من الإصابات لأنها تحتوي على جميع العناصر التي تحتاجها وظائف الجسم والداخلية والخارجية وكذلك العظام أيضاً تساعد التغذية الجيدة على الاستشفاء بعد المنافسة أو بعد النشاط البدني أو بعد التمرين تعجل في عملية استشفاء العضلات والجسد واللياقة بشكل كامل إذا كانت التغذية جيدة وهذه تدخل في أهمية التغذية الصحية عناصر الغذاء التي تمد الجسم بالطاقة إن تناول التركيبة الصحيحة من العناصر الغذائية المختلفة والمتوازنة من الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون يمنح الجسم الطاقة لتحقيق أفضل أداء في الأنشطة البدنية والرياضية عناصر الغذاء كنا تحدثنا عنها في دروسنا السابقة وذكرنا منها الكربوهيدرات، البروتين وكذلك الدهون وأيضا ذكرنا الخضروات والفواكه وغيرها من العناصر سنتحدث في جزئنا الأول عن الكربوهيدرات وأهميته في النشاط البدني وماذا يشكل للجسد أثناء ممارسة النشاط البدني الكربوهيدرات أولا، الدور الرئيسي للكربوهيدرات في النشاط البدني هو توفير الطاقة حيث توفر نحو من 60 إلى 70% من السعرات الحرارية اليومية لأنها تعد الوقود الرئيسي للمخ والعضلات أثناء النشاط البدني أول دور للكربوهيدرات وهو دور مهم جدا أثناء ممارسة النشاط البدني هو توفير الطاقة الجسم يستهلك من 60 إلى 70% من الكربوهيدرات والكربوهيدرات تتحول إلى طاقة وتستخدم في النشاط البدني وأثناء المنافسات لأنها تمد العقل المخ والعضلات بالطاقة وبالتالي دور الكربوهيدرات الرئيسي الأول هو توفير الطاقة للجسم ثانيا، توجد الكربوهيدرات في العديد من الأطعمة منها الفاكهة والخضروات والماكرونة والخبز والحبوب والأرز والبطاطا والشوفان وغيرها من الأطعمة النشوية في عناصر الغذاء ذكرنا مصادر الكربوهيدرات وهذه بعض مصادر الكربوهيدرات يمكن الحصول على الكربوهيدرات من الخضروات والفواكه والخبز والأرز والبطاطا والشوفان ومنتجات الحبوب القمحية بشكل عام نحصل على الكربوهيدرات حتى نحصل على الطاقة ثالثا، يحول الجسم السكريات والنشويات في الكربوهيدرات إلى طاقة جلوكوز أو يخزنها في أنسجة الكبد والعضلات على شكل جليكوجين مما يمنح الجسم القوة والتحمل للأنشطة عالية الكثافة وقصيرة المدى الجسم يحول الكربوهيدرات التي نحصل عليها من الأطعمة بعد أخذ السكريات والنشويات من هذه الكربوهيدرات يحولها إلى طاقة تستخدم في الأنشطة اليومية التي نمارسها بشكل يومي كالتنقل أو ممارسة الأعمال توفر لنا الطاقة أو يقوم بتخزينها كجلوكوجين حتى يتم الاستفادة منها أثناء ممارسة الأنشطة عالية الكثافة كتمرينات الأثقال الشدة العالية السباقات قصيرة المدى يتم استخدام الكربوهيدرات أثناء زيادة نبض القلب وكذلك زيادة التنفس فيتم الاستفادة من الكربوهيدرات لتوفير الطاقة اللازمة رابعاً إذا نفذ مخزون الكربوهيدرات من الجسم أثناء النشاط البدني فسوف يتحول الجسم للحصول على الطاقة من خلال حرق الدهون والبروتينات وهذه العملية تؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء إذا انتهى مخزون الكربوهيدرات في الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني فإن الجسم يحتاج إلى طاقة يقوم بالحصول على هذه الطاقة بعد نفاذ الكربوهيدرات من الدهون والبروتينات بتحويلها إلى طاقة عند استخدام هذه العملية الانتقال من عدم وجود الكربوهيدرات إلى البروتينات والدهون من استخدامها كطاقة ينخفض الأداء أثناء المنافسة خامساً تعتمد كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم على نوع النشاط مدة النشاط وشدة النشاط لذلك يحتاج الرياضيون والمشاركون في المسابقات على كربوهيدرات أكثر من الرياضيون مستخدموا الصالة الرياضية لتتناسب مع كثافة ومستوى نشاطهم الكربوهيدرات التي نحتاجها تعتمد على مكونات النشاط نوع النشاط، مدة النشاط، شدة النشاط تختلف من شخص إلى آخر لكن الرياضيون المحترفون الذين يمارسون المنافسات أو السباقات فإنهم يحتاجون إلى معدل كربوهيدرات أعلى من الأشخاص أو الرياضيون الذين يمارسون النشاط البدني داخل الصالة الرياضية أو داخل المنزل فيكون احتياجهم للكربوهيدرات أقل من الرياضيون في المسابقات أو المنافسات إرشادات للمحافظة على مستوى الكربوهيدرات في الجسم أولاً تناول بعض الكربوهيدرات قبل النشاط وبعده لضمان الحصول على كمية كافية من الكربوهيدرات في بداية النشاط وتجديد مخازن الجليكوجين بعد النشاط تناول الكربوهيدرات هذه بعض الرشادات حتى تحافظ على مستوى الكربوهيدرات لديك في الجسم وعدم نفاذه أولاً تناول الكربوهيدرات قبل التمرين أو النشاط البدني أو المنافسة بمدة وكذلك بعد الانتهاء من النشاط البدني حتى تعوض ما تم استهلاكه أثناء النشاط أو المنافسة الرياضية ثانياً يتم تناول كربوهيدرات إضافية قبل ممارسة النشاط البدني أو التنافس لمدة لا تزيد عن ساعة لتجديد الطاقة وتأخير التعب أثناء مارسة النشاط كما ذكرنا قبل قليل حتى نحافظ على مخزون كامل من الكربوهيدرات داخل الجسم يتم قبل المنافسة أو النشاط أو المسابقة تناول الكربوهيدرات بما لا يقل عن ساعة استعداداً لهذه المنافسة أو هذا النشاط البدني ولتأخير التعب والإجهاد الذي قد يحدث من هذه المشاركة ثالثاً تناول الكربوهيدرات قبل عدة أيام من موعد المنافسة السباق لإمداد العضلات بمخزون كافي من الكربوهيدرات وبالتالي الاستفاد منه في أثناء المنافسة في المنافسات الرياضية الكبيرة والتي تحتاج إلى مخزون كبير من الكربوهيدرات يتم تناول الكربوهيدرات قبل المنافسة بعدة أيام لضمان عدم نقص مخزون الكربوهيدرات وبالتالي إعطاء الجسم الطاقة اللازمة أثناء هذه المنافسة أو هذا السباق الرياضي كان هذا درسنا اليوم تحدثنا فيه عن نوع وكمية الغذاء المدعم لنشاط البدني والرياضي في جزئه الأول في الجزء الأول درسنا لهذا اليوم تحدثنا عن الكربوهيدرات وقلنا أن الكربوهيدرات أحد عناصر الغذاء التي سبق وتحدثنا عنها الكربوهيدرات دورها الرئيسي هو توفير الطاقة وتحويل السكريات والنشويات إلى طاقة يحتاجها الرياضي أثناء الممارسة النشاط أو في المنافسات كذلك ذكرنا أن الكربوهيدرات تؤخر التعب والإجهاد وبالتالي تحافظ على مستوى الأداء بعد ذلك تحدثنا عن مصادر الكربوهيدرات وقلنا أن مصادر الكربوهيدرات تكون إما من الخضروات والفواكه كذلك الأرز ومنتجات الخبز والقمح والبطاطا والشوفان وغيرها كل هذه المصادر هي مصادر طبيعية للكربوهيدرات تحدثنا عن إرشادات للمحافظة على مستوى الكربوهيدرات في الجسم حتى لا تنفذ ويتم استخدام البروتين والدهون وبالتالي انخفاض الأداء حتى لا نصل إلى انخفاض الكربوهيدرات يجب تناول الكربوهيدرات قبل النشاط وبعد النشاط لتعويض ما تم فقده من سعرات حرارية كذلك يتم قبل النشاط بما لا يقل عن ساعة تناول الكربوهيدرات لتعزيز مخزون الجليكوجين في الجسم إذا كان هناك منافسة أو سباق على مستوى عالي وجهد وأداء عالي يتم تناول الكربوهيدرات قبل عدة أيام من المنافسة لضمان تخزين الكربوهيدرات في الجسم وبالتالي أثناء المنافسة تم توفير الطاقة والدعم للجسد أثناء ممارسة هذه المنافسة أو هذا السباق هذه كانت مراجعة سريعة لما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم ننتقل الآن إلى النشاط المنزلي عزيزي الطالب قم بإعداد ورقة بحثية عن الكربوهيدرات مصادره الطبيعية في الأطعمة وأهميته لصحة الجسم ويمكنك الاستفادة من درس التعرف على عناصر الغذاء الذي تعلمناه سابقاً ثم قم بعرضها أمام زملائك في درس التربية الصحية والبدنية درس التعرف على عناصر الغذاء أحد الدروس السابقة التي تعرفنا فيها على عناصر الغذاء قم بإعداد ورقة بحثية عن الكربوهيدرات عن مصادره الطبيعية وعن أهميته لصحة الجسم ويمكنك الاستفادة من الدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن عناصر الغذاء بعد إعدادك لهذه الورقة قم بعرضها أمام زملائك في درس التربية الصحية والبدنية في الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن استماعكم وإنصاتكم ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته